استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله إخوانه وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ بمناسبة عيد الفطر المبارك وتبادل سموهم التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة دعينا المولى عز وجل أن ينعم على الجميع بموفور الصحة والسعادة ويعيد هذه الأيام المباركة على شعب الإمارات بالخير واليمن والبركة ويديم عز الوطن وأمنه وازدهاره وتبادل سموهم الأحاديث الأخوية الودية معربين عن اعتزازهم بمسيرة الخير والتنمية المباركة التي يشهدها الوطن بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان الحكيمة سائلين المولى تعالى دوام التوفيق لسموه في كل ما فيه تقدم دولة الإمارات ورفعتها وبما يحقق تطلعات شعبها نحو مزيد من النماء والرخاء حضر الاستقبال كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل انهيان نائبي رئيس الدولة نائبي رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ طحنوم بن زايد آل انهيان نائبي حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل انهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سيف بن محمد آل انهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل انهيان وسمو الشيخ انهيان بن زايد آل انهيان رئيسي مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل انهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل انهيان نائبي رئيسي مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل انهيان وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل انهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل انهيان نائبي رئيسي مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل انهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل انهيان رئيسي مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل انهيان مستشاري صاحب السموي رئيس الدولة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل انهيان وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل انهيان وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل انهيان ومعالي الشيخ انهيان بن مبارك آل انهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل انهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان قد استقبل جموع المهنيين بعيد الفطر المبارك من المواطنين وكبار المسؤولين والضيوف وتبدل معهم التهاني والأمنيات بهذه المناسبة المباركة